أقر مؤتمر الأطراف حول المناخ كوبتونتي سيفن إعلانا ختميا يحث على خفض سريع لانبعاثات الغازات الدفئة ويعيد التأكيد من جديد على هدف حصر الاحترار بدرجة ونصف درجة مئوية وأقر الإعلان الختمي بالإجمع بعد يوم من المفاوضات المكثفة صندوقا مخصصا للخسائر والأضرار في بداية هذا المؤتمر 113 من القاضة وزعماء نضمه لقمة التنفيذ لتداول حول كيفية الوفاء بجندة المناخ والوفاء بالالتزامات الخاصة بالتنفيذ وتم التجديد على خطورة أزمة المناخ وضرورة مضعفة الجهود للتأكيد من التنفيذ والوفاء والوصول إلى نتائج ملموس السادة الأعضاء وسيدات إن القرارات التي تم توصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال إلى الحياة المناخي وقدرة على الصمود وأدعوكم جميعا لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليست ككلمات على الورق ولكن كرسائل موجهة للعالم بقيادة زعمائنا من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق وبعد أنشهدكم إلى تمت مشروعات القرارات التي ستعرض عليكم أن العالم يتابعنا ويشاهدنا ونشهدكم جميعا أن تكونوا على مستوى التوقعات التي أنطنا بها من قبل المجتمع الدولي ولا سيما من قبل الأكثر تعرضا وهشاشة ولذين ساهموا بأقل نسبة في التغيير المناخي بما أنه ليس هناك من معرضة تقرر الأمر على هذا النهو